ومن واقع برضو خبرة حضرتك في حاجتين انك انت يعني في مجال حقوق الانسان وانت يعني موجود في مؤنظمات مصرية وطنية كثيرة منذ نشأة الحالة وكمان بأتبار حضرتك يعني دارس في اوروبا وفي فرنسا بالتحديد والسؤال هنا بشكل واضح ومباشر وكنت بتكلم عن نائب طارق رضوان فيه حقوق الانسان هل هي قرار تنفيذي يتخذ فينفذ واللي هي عملية تاريخية بتاخد وقتها ووقتها ده مش معناه ارجعها الى ما لنهاية لكن تراكم ابعدها من اول الثقافة مرورا بالمؤسسات انتهاءا بالاجراءات وحضرة بمسألة عشان فرنسا مثلا بالتحديد احنا لسه الغاية السنة دي الغاية زيارة رئيس ماكرون للجزائر والناس في الجزائر يتحدثون عن قبل ستين عاما واكثر سبعين سنة من سنة 54 في القرن الماضي من اختراقات وصلت الى جرائم ضد الانسانية لم يعترف بها ولم يعتذر عنها حتى الله من فرنسا طبعا تجاه الجزائر تمام احنا في مجال حقوق الانسان سواء تعلق الامر بالمنظمات الدولية لحقوق الانسان او بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان او بكافة الفعاليات التنظيمية الخاصة بهذا المجال كلها لا شيء فيها يلزم الدول بالتباعها فقط تناشد الدول احترام حقوق الانسان احترام مواثيق الامم المتحدة تقدم التوصيات والشكاوة للحكومات للنظر فيها لكن ليس هناك صفة الزامية لهذه الاشياء الا بالستثناء طبعا عندما تكون حالة متفاقمة ويتم فيها تشكيل لجنة تقصي حقائق او ما دون ذلك لكن بشكل عام الحقوق الانسان دي يعني هناك تغضر نظرات نسبية متفاوضة يعني الاوروبيون الآن ينظرون او على الاقل المجموعة اللي تحدث عنها الدكتور كمان في البرلمان الاوروبي اللي هي عصدرت هذا البيان سواء كانت اغلبية او مجموعة مؤثرة او ما دون ذلك هذه المجموعة يعني لها وجهة نظر خاصة بحقوق الانسان يعني اللي هي انها تركز على جزء من حقوق الانسان اللي هو الحقوق المتعلقة بالحق التعبير وحق الابداء الرأي وحق التزار الحقوق المتعلقة عليها لكن لا تنظر للنصف الاخر من الكوب المملوء اللي هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتي تعنينا التعني والدينية وغيرها والمساوات الوطنية حق الحياة وحق الحياة في بلد كمصر يعني بلد فقير كمصر وغيرهم من البلدان اللي هي ومصر بذلت جهدا ملموسا في ازاء هذه الحقوق حق السكن وحق التنقل وحق الحياة وحق العيش ده الاذمي وبناء مساكل لائقة ده جانب من الحقوق فبالتالي انا رأي ان وجهة النظر الاوروبية سواء صدرت عن البرلمان الاوروبي او اي اية منظمة حقية هي وجهة نظر تتعلق بجزء من حقوق الانسان ولكنها تتجاهل ما لا يلقى هوى لديها لان هي بتوكز على حقوق التعبير وحقوق الظهر هناك يعني حزمة حقوق متكملة لا ينبغي التركيز على احد هذه الحقوق دون هذه الحقوق الاخرى